استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وكبار مسؤولي وقيادات المنظمة وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلم السيد الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس سي في مصر مقدما التهنئة لمصر وموضحا أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد بعد تحقيقها في زمن قياسي قصة نجاح عالمية يحتذا بها في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس سي إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا الإنجاز لم يكن لي تحقق بدون الالتزام الكامل الذي لمسه شخصيا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذا الملف وملفات الصحة بشكل عام وهو ما تبدى في المتابعة الشخصية الدقيقة من السيد الرئيس للتخطيط السليم والعمل الجدي الذي قامت به المنظومة الصحية في مصر في هذا الصدد من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توجه بالشكر إلى منظمة الصحة العالمية ومديرها العام على الدعم المخلص الذي قدمته المنظمة لمصر معربا عن سعادته البالغة بتحسن صحة المواطنين المصريين فيما يتعلق بهذا المرض الذي طالما شكل أزمة مزمنة في الصحة المصرية ومشيرا إلى أن الدولة سخرت بصدق كافة الإمكانات لتحقيق الهدف المنشود بالقضاء على فيروس سي بداية من إنشاء مراكز العلاج وتوفير وسائل التشخيص المطلوبة وإعداد الكوادر وتوفير الدعم للصناعة المصرية التي استطاعت توفير ملايين الجرعات من الأدوية وانتهاءا باستمرار رعاية المرضى المصابين بمضاعفات المرض وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لهم وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد كذلك التبحث حول أفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية في العديد من الموضوعات لسيما تعزيز جهود الدولة لدعم الصحة العامة في مصر وخاصة من خلال المبادرات الرئاسية ذات الصلة تحت مظلة مئة مليون صحة وتطوير هذه المبادرات في مختلف القطاعات الصحية لتصل إلى ملايين المواطنين في جميع أنحاء مصر موسيقى